الرعونة أعيت من يداويها يا سمو الأمير الكويت بين نارين آقلها وتوكل افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله الكويتيون بين نارين حكومة تتخبط ولا تعرف كيف تداوي الجراح التي تسببت بها للبلاد ومجلس أم لا يحل مشكلة ويرفض تقديم الحل فيما المواطن يرزح تحت أعباء كبيرة وتتقاذفه الهواجس حيال مصيره ماليا ومعيشيا ولذلك لم يبقى أمام الجميع إلا ولي الأمر يتوجهون إليه كي يخرجهم من نفق أزمة يبدو أنها ستطول ما دامت السلطة التنفيذية كل ما تبغي تكحلها عمتها وقارنتها التشريعية ترفض إقرار قانون الدين العام ولا توافق على السحب من صدوق الأجيال القادمة ولا قدمت أي مقترحات تنقذ البلاد بل تزيد من تصعيد الأزمات وكأنها تدفع الناس إلى هاوية لا قرار لها فإذا كانت أصغر المشكلات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا كشفت عن تخبط كبير لا يقع فيه إلا من لا يفقه ألف باء الإدارة فالمسؤولون عن الشأن الصحي تركوا كل الإجراءات المساعدة على الحد من انتشار المرض وتفرغوا لحل قضية أصحاب الفنادق من خلال قرارهم حجر الكويتي في فندق بدلا من منزله وهذا الإجراء يناقد الدستور إذا كانوا يعلمون في المقابل الحكومة تمضي في طريق العناد فيما يتعلق بالقضية المالية ولجأت إلى إرسال اقتراح قانون للسحب من صندوق الأجيال القادمة إلى مجلس الأمة المعلق إنعقاده مواقة وفقاً للمادة 106 من الدستور أي تخبط هذا؟ هل يمكن لغير القادر على حسم أمر بسيط مثل فرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا أن يكون قادراً على حل قضية حساسة كالوضع المالي الذي ساهمت الحكومة منذ بداية الجائحة بزيادة أزمته حين لم تعمل وفقاً لما صارت عليه كل الدول لمواجهتها بل كانت مرة تتحجش برفض مجلس الأمة لقانون الدين العام أو تضع خطط تحفيز ما أنزل الله بها من سلطان ومرة أخرى ترضى خليما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي فهل هكذا تدار الدولة؟ منذ سنة والجميع يتحدث عن ضرورة الاستفادة من الفرصة ولو استدعى الأمر صدور سلسلة قوانين بمراسيم ضرورة وتوظيف الاستثمارات في شراء أسهم شركات ومحافظ عقرية وغيرها من الأسواق العالمية ولا نقول الكويتية كي لا يخرج علينا من يقول إنكم تريدون بيع أسهمكم في سوق الكويت المالية وهو كلام العاجزين الذين لا يريدون للبلاد الخروج من مأزق مالي إذا تمعنا في تبعاته السلبية لوجدنا أنه أكبر من كارثة الغزو العراقي في الوقت نفسه لا تزال كبريات مؤسسات التصنيف العالمية تنبه في تقاريرها من خطأ المعالجة الحكومية للوضع المالي تنصح بتغيير الأسلوب لكن الحكومة عمك أصمخ والبنك الدولي يبدو أنه غسل يده من المشكلة واختار السلام بالصمت إما لأنه غير قادر على الوصول إلى حل وأما لأن الإرباك الذي تعاني منه السلطة التنفيذية أصابه بالعدوى إلى ذلك لم تترك الصحافة مناسبة إلا وقرعت أجراس الإنذار وكذلك كبار المصرفيين في البلاد والخبراء الذين لا مصلحة لهم إلا المحافظة على قوة الكويت المالية والاقتصادية لكن يبدو أن رئيس مجلس الوزراء لا يريد سمع كلام الحق الذي يراد به حق صحيح نظريا أن من حق الحكومة الاقتراض من صنوق الأجيال لأن القرش الأبيض لليوم الأسود لكن قبل اللجوء إلى هذا الإجراء الجراحي الموجع لديها الكثير من البدائل التي لا تزال متاحة فيما بات واضحا أنها غير قادرة على الحسم بسبب فقدانها الرؤية بينما نواب مجلس الأمة كل يغني على ليلاه ولا يعنيهم أمر البلاد والعباد وهذا أعلى درجات الضعف واللا مبالات بل انعدام المسئولية الوطنية وصل هذه الفوضى الضاربة ليس للكويتيين سوى التوجه إلى ولي الأمر الذي هو أبو الدستور رئيس كل السلطات كي يرفع الأمر إليه فالبحر هائج والسفينة تتقاذفها أمواج العجز واستمرار قلة التدبير الذي تبديه الحكومة ينظر بأمر عظيم أمام هذه السورة القاتمة التي أوصلتنا إليها السلطتان التشريعية والتنفيذية يتطلع الكويتيون إليكم يا صاحب السمو كي تخرجوهم من التخبط بأوامر أمرية حازمة تحفظ خير البلد وتوقف كرة الثلج الأزمة التي تكبر كل يوم فالناس لا تريد إلا أن تكون أوطانها مزدهرة ويتمتع المواطنون بحياة كريمة لا أن يغرقها عجز المؤسسات في متاهة لا قرار لقد استبدى بنا اليأس من التوجه إلى الحكومة مرة وأخرى إلى مجلس الأمة كي يأتي إلى كلمة سواء ويرجح لغة العقل على لعنات ويقف لعبة التسويف فالكويت أكبر من رئيس مجلس وزراء أو وزير أو نائب ومصيرها ليس لعبة تفحيد أرعى في سكيك أقلها يا صاحب السمو بسلسلة مراسيم ضرورة إنقاذية فالسائرون في غيهم سيمضون إلى ما لا نهاية ورعون أعيت من يدويها فنحن قوم كثر جدلهم وقل عملهم وباتوا بحاجة إلى قرار حازم